بعد ما تطبيق كلاب هاوس بقى اخيرا متاح للاندرويد للأسف لسه ما وصلوش تحديث انك تقدر تربط كل حساباتك عليه فخلينا بقى نتكلم في طريقة بسيطة وسهلة تقدر تربط بيها كل حساباتك على كلاب هاوس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يرابوا تكونوا بخير اهلا بكم في فيديو جديد اخيرا كلاب هاوس بقى متاح للاندرويد اللي انه للأسف اللي حلو ما بيكملش في حاجات لسه ما تضفتش وفي حاجات لسه بتضاف وفي حاجات ما كنتش موجودة وقت بداية التطبيق على الاندرويد وحاليا موجودة زي مثلا انك كاندرويد داوي الاول ما كنتش تعرف تنشئ جرفة محادسة او روم لكن هي حاليا موجودة او على الاقل زهراري المهم انه بقى من الحاجات اللي لسه ما تضفتش هي انك تعمل ربط لكل حساباتك في مواقع التواصل اجتماعي مع حسابك على تطبيق كلاب هاوس وطبعا كل اللي يستخدم التطبيق عارف ان اوقات المودريترز او اللي بيعملوا انشاء للجرف المحادسة دي او الرومز يحتاجوا انهم يدخلوا على البايو بتاعك والاكاونت بتاعك علشان يعرفوا اي تفاصيل عندك بحيث له تاخد فرصة انك تشارك في النقاش اللي بيدور حلو النقاش دي فخلينا بقى نتكلم في طريقة بسيطة وسهلة تقدر تربط بيها كل حساباتك في مواقع التواصل اجتماعي مع حسابك في كلاب هاوس طريقة يمكن بالنسبة لي افضل من لما كلاب هاوس يوفر الميزة دي اصلا للاندرويد يبا اقول لي في التعليقات بعد ما نشرحها هل شايفة فعلا افضل ولا لا طبعا احنا ما نقصدش اسهل لانه ما فيش اسهل من انك تدوس على الرابط علشان يفتح معك الحساب على طول لكن نقصد افضل وخصوصا بعد ما تشوف المرونة اللي هتكون وجودة فيه بالمناسبة يعني لو انت اندرويداوي وسجلت في التطبيق لكن مستني دعوة تابع الفيديو للاخر وهنقول على طريقة ان نبعد بها دعوات او ما تنساش بالمناسبة لعجباتك الطريقة انك تدوس على زر اللايك اللي عندك هنا اظن سهلة اتفقنا؟ اتفقنا اولنا بتدخل على تطبيق كلاب هاوس بتدوس على علامة البروفيل اللي عندك فيكون في بايو كده سريع بيعني الحاجات اللي انت كتبتها فانا كاتب تحت خالص فيما معناه انك تقدر تاخد سكرين شوت او تقدر تعمل سكان بجوجل لينس اكيد هتحتاج سكرين شوت علشان تعمل سكان يعني المهم تعمل سكان لللينك اللي انا ضيفه ده فانا هاخد سكرين شوت وبعدين اعمل لها سكان دلوقتي انا خطر سكرين شوت هعمل سند او شير بجوجل لينس فهو هيعمل لي سكان كده لاي حاجين فااخدها كوبي فهو هيعمل سكان بعد ما اعمل سكان هاجي على اللينك هنا وبعدين في عندك تقدر تعمل كوبي وتقدر تعمل شير وتقدر تعمل ويب سايت ويب سايت دي اللي ما تدوس عليها هيفتح لك الموقع على طول اللي هو اللينك على طول فانا هدوس عليها لما فتحتها ظهر لي ايه بقى زهر لي الاسم وطبعا فوقه صورة وزهر لي بايو كده صغير زي اللي انا كتبه هناك وتحتها في روابط لكل حساباتي على مواقع التواصل اجتماعي في عندك انستجرام في عندك فيسبوك في عندك تويتر وبما ان بالنسبة لنا اللي المهم هو اليوتيوب شانل فانا كتبها يوتيوب مش كتب مجرد يوتيوب وخلاص المهم لما ندوس مثلا على يوتيوب شانل فتح معانا مباشرة على الشانل او على قناة اليوتيوب الخاصة بنا وطبعا نفس الامر بينطبق على كل مواقع التواصل اجتماعي اللي انت رابط حساباتك فيها اي واحد تدوس عليه هيفتح معاك على الحساب على طول اظن دلوقتي عرفنا ازاي نقدر نتواصل مع بعض كاندرويدوية او نضيف رابط معين بحيث نوفر فيه كل طرق التواصل معنا على حساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي المختلف في اللي نبقى نعرف ازاي نعملها التطبيق اللي بنحتاجه هو تطبيق التطبيق ده لما تدخل عليه اول حاجة بتقابلك انك تقدر تعمل تيمبلت كده او تختار تيمبلت علشان تمن فيه كل التفاصيل فطبعا تقدر تختار تيمبلت من البداية او تقدر تختار اي تيمبلت كده وتكتب اي كلام وبعدين تمشي معنا التعديل وتعمل الخطوات اللي هنقول عليه دلوقتي انت هتدخل عليه اول ما دخلنا بيكون عندنا فيه الحساب بتاعنا نفس الصورة اللي ظهرت من شوية اللي هي وتحتها فيه فندوس على دي اللي هي تخصيص فيكون زهر قدامك الشكل ده او المنظر ده اول حاجة هي علامة التيشيرت دي اللي هي ودي باختصار تقدر تغير فيها الالوان والاشكال لكل حاجة موجودة تاني حاجة دي لو عايز تغير اللي انت اخترته يعني فيه اكتر من موجودين وليكن مسلا لو عايز حاجة فتحة زي كده عايز حاجة مميزة بشكل مختلف عن اللي حاجة اللي احنا اخترناها لكن طبعا في اوقات لما تختار حاجة هتلاقي ان هي محتاجة انك تعمل او توفر النسخة المدفوعة حاجة كمان عندك يا تقدر تضيف لطرق ظهور الكلام او طرق ظهور المواقع بتاعتك او الروابط اللي انت هتوفرها فكل ده تقدر تختار فيه زي ما انت عايز واخر حاجة هي علامة العين دي ودي بتدوس عليه علشان تعرف الشكل اللي هيظهر للناس عامل ازاي فلما تخلص كل الاساسيات تقدر تخش على الكماليات دي وتختار من اللي انت عايزه ثانية بقى ندخل على الحاجات المهمة والاساسية اول حاجة هي المربع اللي فيه البايو بتاعك او بتاعك لما هندوس عليه هيكون موجود عندنا انك تقدر تختار صورة انك تقدر تختار اسم وانك تقدر تحط كده او بايو سغير عنه وطبعا ميزة او اللي انك تقدر تعمل علامة صح كده دي بتحتاج النسخة المدفوعة فلما توفرها تقدر تختار حاجة زي كده اللي بعد كده على طول هي بقى الحسابات بتاعتك لما ندوس على المربع بتاعها هيكون قدامك انك تقدر تضيف اي حساب انت عايزه يعني انا هنا زي ما قلنا ضيفين انستجرام ضيفين فيسبوك ضيفين تويتر وضيفين اليوتيوب عشان تضيف اي حاجة زيادة بتدوس بس على فبيزالك تلات اختيارات تحت اول اختيار خالص من على يمين لو انت كنت ضيفت اي بطن قبل كده او اي زر او اي اختصار وعايز ترجعه تاني بعد كده الفورمز الفورمز دي لو انت عايز مسلا تضيف ابليكيشن تضيف طريقة للتواصل على ايميل مسلا لو حاجة احترافية لو مسلا فيه شغل او حاجة زي كده حاجة فتقدر تضيف فورمز او يعني استمارات استمارة لكن اللي همنها من من كل دول هما اللينكس دي اللي هبتقدر تضيف منها كل حساباتك او كل روابط حساباتك في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لما هتدكل عليها اول حاجة موجودة فيه اللي هو اي تغيير انت تعمله تحت هيكون ظاهر لك وتغيير هيبقى شكل عامل ازاي اول حاجة بتقبلك الى ثمب نيل ودي بتقدر منها انك تختار اكتر من شكل يعني مسلا في عندك انك تقدر تعمل علشان تمسح اي حاجة انت اخترتها في عندك الابوم بتقدر تختار صورة معينة خاصة بيك وفي عندك الايكون دي بتدوس عليها علشان تدخل بقى تختار ايكونة لليوتيوب للانستجرام سناف شات تويتر فيسبوك زي ما انت عايز وطبعا في حاجات من الميوزيك في ادرز في ابلودز لو انت حاجات حملتها قبل كده فتقدر تختار اللي انت عايزه لكن طبعا احنا بيهمنا الاساسيات زي الفيسبوك الانستجرام وهكذا فلما انت تختار حاجة منهم بتظهر لك فوق هنا ولي اكل مسلا هنختار يعني نختار بنترست مسلا بعد كده بيقول لك البطن طبعا ولما انت اخترت بنترست هوكتب لك البطن على طول بنترست طبعا نقدر نمسح بنترست ونكتب حساب بتاعنا على طول زي مسلا يعني اللوكيشن مسلا واخر حاجة تحت يا اللينك ودي اللي هتجيب منها اللينك الحساب الخاص بيك على موقع التواصل اللي انت اخترته فوق وطبعا بعد ما تجيبه بيكون ظاهر عندك الزرار هيبقى شكله عاملية او اللي هو اللي هو للبطن نفسه لما تضيفه لما تخلص كل حاجة في التخصيص اللي انت عملته ما بين انك تضيف بايو وتضيف صورة وتضيف اللينكات لحساباتك في مواقع التواصل اجتماعي المختلفة هتدوس على بعد كده بقى تحت خالص بيكون في عندك لينك يوريل طبعا الاتنين تحتها مش فرقين معانا او لانهما ممكن يكون محتاجين يعني مسلا حاجة زي كده خلينا نتكلم في العاجات الاساسية اي حاجة زيادة تقدر تكتشفها مع نفسك المهم اللينك يوريل دي تقدر تعمل تخصيص للينك نفسه يعني انا مسلا جاي هنا كاتب او موجود تحت في اللينك وانا كتبت الاسم وكان ارقام ورموز فانا كتبت الاسم فتقدر تختار في اللي انت عايزه طبعا هي اي حاجة جنبها علامة الماسة دي فهي حاجة او محتاجة لكن ما نجدعه كل ده بعد كده بتدوس على علامة الكوبي دي علشان ياخد اللينك ده تقدر بقى تروح لحسابك في كلاب هاوس وتضيف اللينك ده وتكتب فوقه مسلا يعني اعمل اسكان بالعربي اعمل اسكان او اعمل سكرين شوت واعمل اسكان من جوجل لينس اقدر تكتبها بالانجليزي زي ما انت عايز بحيث ان اي شخص سواء اندرويد او ايفون هيدخل وياخد سكان للحاجة زي كده وبعدين ياخد اللينك ده كوبي ويدخل منه يلاقي كل الكلام ده طبعا انا مش عارف او كلاب هاوس هيوفر يعني نينكات ايه بالزبط او من انه مواقع تواصل لكن اقدر نقول انه في علم الطريقة دي افضل لانك تقدر تضيف فيها تقريبا كل حساباتك في اي موقع تواصل اجتماعي على الانترنت انت متضفي طبعا الطريقة زي ما قلنا هي مش اسهل من ان لما الكلاب هاوس يوفر الاقتصار نفسه انك تلوس عليه فيفتح على طول الا اني ما اظنش ان كلاب هاوس حتى لما يوفرها هتكون بالمرونة دي انك تقدر تضيف كل الحسابات دي فتقدر تولي في التعليقات ارائك في الطريقة هل انت شايفها افضل ولا لا اما بقى لو انت اندرويداوي وسجلت بالفعل في كلاب هاوس لكن للاسف مستني دعوة او واقف على دعوة تقدر تعمل لايك للفيديو وتقدر تسيب كومنت تحت برأيك في الطريقة اللي بنقول عليها ونختار اتنين عشوائيا ونتواصل معا ونبعت لهم دعوات والتفاصيل هتكون موجودة في صندوق الوصف ودي نهاية الفيديو شكرا على المتابعة نلقاكم على خير